أكد السمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عوض المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بدعم مسيرة التعليم في الإمارة وحرص سمو على استثمار طاقات الشباب وتمكينهم في تطوير قدراتهم العلمية للمساهمة في لاعب دور أكبر في مسيرة الإمارات وتحقيق الريادة في جميع المجالات جاء ذلك خلال استقبال السمو في قصر رميلة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة والفجيرة للعام الدراسي 2020-2021 وأن سموه الطلبة الأوائل البالغ عددهم 15 طالبا وطالبة